انطلقت جلسة استجواب حاكم مصر في لبنان رياض سلامة في قضايا اختلاس أموال عامة وأكد مصدر قضائي للحدث أنه من المنتظر أن يحضر سلامة شخصية للجلسة لأنه كلاءه القانونيون لم يقدموا دفوعا شكلية بحضورهم نيابة عنه وأوضحت مصادر أن التحقيق مع سلامة سيكون بحضور قادم فرنسي من ضمن وفد المحققين الأوروبيين الموجود في لبنان وسيكون القاضي مستمعا من دون أن يطرح أي سؤال على حاكم مصر في لبنان وأشرت المصادر ذاتها إلى أن الاستماع إلى حاكم مصر في لبنان يأتي تنفيذا لاستبانة قضائية صادرة عن القضاء الأوروبي للاشتباه بضلوعه وشقيقه رجع في قضايا اختلاس أموال عامة وليس نتيجة دعوا داخلية هذا وأشار مصدر قضائي مواكب لحركة الوفود الأوروبية التي ستحقق مع حاكم مصرف لبنان رياس سلامة بشأن تهم فساد واختلاس أموال إلى أنه تم استعراض الأسئلة التي يرغب الفريق الفرنسي بطرحها على سلامة والبالغ عددها مئة سؤال وكذل مصدر للشرق الأوسط أن الفرنسيين سيمثلون بالوقت نفسه قضاة لوكسنبورغ الذين تعذر مجيئهم إلى لبنان وكشف المصدر القضائي أن حاكم البنك المركزي سيمثل بصفة شاهد ولا يتخذ أي أجراء بحقه ولا يتم توقيفه هذا وجزم مصدر مقرب من قضي التحقيق مع السلامة بأنه لا يتخذ أي قرار بالتوقيف السلامة خلال تنفيذ الاستبانات الأوروبية وقال المصدر أنه بعد الانتهاء من جلسات التحقيق مع السلامة يقرر الفريق الأوروبي ما إذا كان سيستمع إلى أخي حاكم مصرف لبنان ومساعدته وآخرين من أمام قصر العدل في بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث رينا لدويهي رينا أهلا بك معنا إذن الأوضاع من عندك مع بداية جلسة المحاكمة وهل حضر رياس سلامة أم لا؟ نعم نحن خارج أبواب قصر العدل الأكيد أن الوفد الأوروبي وصل إلى الداخل لكن ليس من المؤكد أن هذه المحاكمة انطلقت حتى الساعة المحاكمة بتوقيتها الرسمي هي في العشرة والنصف بتوقيت بيروت يعني منذ حوالي خمسة دقائق إذا ما وصل سلامة يكون هذه الجلسة قد سلكت طريقها إلى الاستجواب أذكر أن رياض سلامة يمثل اليوم أمام المحكمة بموجب استنابات قضائية أوروبية أي أنه لا يمثل بموجب أي دعوة مقدمة عليه من قبل القضاء اللبناني وبالتالي قد لا يكون هناك أي خطر من توقيفه أو إصدار أي مذكرة توقيف بحقه الوفد الأوروبي المحققين كان قد وصل إلى بيروت يوم الاثنين وهو سيحضر جلسة المحاكمة على رأسه قادية فرنسية تمثل فرنسا ولوكسنبورغ وكنسل ألمانيا أيضا هم سيشاركون في هذه الجلسة دون إمكانية طرح أي أسئلة مباشرة إلى سلامة عملية الجلسة هي بإطار القادي الشرب الأبو سمره هو الذي سيتولى الأمور هناك بحضور مترجمين ينتقلون الأسئلة من أبو سمره إلى سلامة ومن المتوقع أن يحضر رياض سلامة هذه المعلومة التي ليست مؤكدة حتى الساعة ولكن كل الاتجاهات كانت تشير إلى حضوره هذه الجلسة لعدم خلق أي مشاكل مع المجرى التحقيقات الأوروبية ولأن موكله لم يقدم أي دفوع شكلية للحضور نيابة عنه سلامة سيكون له كما ذكرت المعلومات لقناتين العربية والحدث محامي فرنسي وآخر لبناني سيشاركون في هذه الجلسة هو يواجه وأخاه رجا ومساعدته مريان لحويك تهما أوروبية تتعلق باختلاص أموال وتبيض أموال وتهرب ضريبي وغيرها إذن التحقيق قد ينطلق من هذه النقطتين قد ينطلق تحديدا من حسابات شركة فوري التي يملكها رجا سلامي أخو رياض سلامي والتي لها عقد مع مصر في لبنان إذن التحقيقات تتركز على معرفة إذا ما كانت هذه الشركة وهمية أو حقيقية فبالتالي إذا كانت هذه الشركة حقيقية فإن الأموال والعمالات التي تتقضاها مشروعة أما إذا كانت وهمية فهي تعني أن هذه الأموال هي أموال مشبوهة وقد جرى تهريب أكثر من 300 مليون دولار التحقيقات كمان تتركز على التحويلات المالية التي انتقلت من حساب رجا إلى حساب أخي حاكم مصرف لبنان وإلى مصارف أوروبية أخرى إذن رات سلامي يواجه تهم الإختلاص وتبيض الأموال في دول أوروبية عدة بينها فرنسا وألمانيا ولكسنبور عدا عن الدعاوة التي تقدم إليه من القضاء اللبناني ورياض سلامي رغم كل هذه الدعاوة ورغم منع الصفر المسطر بحقه لا يزال يشغل منصبه كحاكم مصرف لبنان منذ أكثر من 30 عاما